لكن كمان شاركتي بجزء صعب مشاهد فض اعتصام ربعة حضرتي نفسك ازاي لمشاهد زي دي والدور ما كانش سهل يعني التعبيرات اللي كانت بتوصل لنا منك الاول انت كنت موجودة جوال اعتصام بعدين ابتليتي تبقي عايزة حالة من التراجع شوية الخوف القلق ادراك ان الناس دي رميانة هنا لكن يعني ما هماش مؤمنين بنفس الافكار اللي بيحاولوا يغزون بيها حضرتي نفسك ازاي الكلام هو فعلا الدور بالنسبة لي صعب جدا صعب الاسباب كتير اولها ان انا ما كنتش في المعسكر ده او ما حبش اكون في الجبهة دي او ما حبش اكون موجودة في ربعة باي شكل من الاشكال انا يعني كنت عايزة اشارك في الاختيار اه بس كنت عايزة اشارك مع الشرطة اللي بتقوم بالفض يعني كنفسي يبقى عندي دور عكس تماما جبهة ربعة والارهاب وارهابيين وكلام كده فده من جواي انا كان بالنسبة لي مش سهل والشخصية كمان بالنسبة لي صعبة جدا لانها بعيدة عني وبعيدة عن قناعاتي هي ست ضعيفة وغلبانة انا في حياتي مش ضعيفة كده فكرة انها متجوزة اخواني او ارهابي انا مستحيل اتجوز اخواني او ارهابي ما اعتقدش ابدا ان حد من اولادي ابني يعني ان شاء الله هيكون بسهولة يتعمل له غسيل مخ بشكل ده فالدور بعيد تماما عن قناعاتي او القسرة دي بعيدة تماما عن قسرتي وشخصيتي طبعا لكن استعدتلها ازاي بقى يعني دخلت الشخصية ازاي اه قريت الورق اللي كاتبه استاذ هاني سرحان استاذ هاني سرحان كاتب مهم جدا 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 وانا بحب اكتباته انا اشتغلت مع قبل كده الفتوة وهو اضافة كبيرة للاختيار الجزء التاني كاتب طبعا الجمل عظيمة وتتحس جدا وهو اكتباته يعني تدخل القلب فانا ذاكرت الورق كويس المكتوب وعملت تاريخ بقى للشخصية عادت اذاكر هي ليه فاطمة ضعيفة كده ليه مهزوزة كده هي ليه رفضة انها تكون موجودة في ربعة فعادت عملت لها انا شخصية خلفية وازاي ترابط وكده وصدقتها جدا 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 وحاولت ان انا تعاطف معاها عشان تطلع بالشكل ده اشتركوا في القناة